مرحبا بكم في حلقة جديدة من سبورشيك حلقة الثلاثة سبعة مايه الفين واربعة وشرين نفس الموعد كل يوم الثنين الجامعة مرحبا بنا سكوليا اسموا فينا تحية اللي تابعوا فينا على السوشل ميديا باش فيسبوك على جو يفين باش يفين سبور ويفين تي في على يوتيوب اربعة وشرين على اربعة وشرين حلقة اليوم نحتيت فيه على التشمبيونزيك الوروبية اياب النصف نهائي بي جي استقبل دولتمود بعد واحد سفر في الذهاب للفريق الالماني الدوري السعودي وضعية معقدة لأيمن دحمان مع فريق الحزم وسعد بجير مع ابها فوز الهلال على الاهلي السعودي هل يرحل لي معلول مع نهاية الموسم عن الاهلي المصري كولير يستبعد حدش نلاعب في مباراة الاتحاد السكندري اصابة تمنع هذا الثنائي في الاهلي من مواجهة من مواجهة التراجي الذهاب وياب وضعية معقدة لبعض لاعبين منتخب الوطني التونسي في البطولات الاوروبية والنادي الافريقي ما حقيقة تراجع يوسف العلمي عن الاستقالة ورحيل المدرب منظر الكبير سبورشيك مساعدة ما ذي تيتها مرحبا معكم امين جرانز امين سعيدي في الاخراج يهاب ويمان في الافم تيفي امام القربي في السوشال ميديا واحدا معي نجم التدريب في العربية السعودية يعرف كل كبيرة وصغيرة عن دوري روشن دوري يلو كل الدوريات السعودية خند القربي صاحب لقبة شامبينزيق 2011 مع الترجي سهلا بيك مرحبا مرحبا بيك امين مرحبا عبد سطار مرحبا بالناس يتسمع فينا وتفرج فينا على راديو يفين مباراة مثيرة في الدوري السعودية مش حكيوا عليها بعد دربي اخويا ماتش كبير برشا رياض وجدة اي رياض وجدة كلاسيكو كبير فرجة الحقيقة اللي ما تفرج في الماتش ننصح بشي عاود يتفرج فيه الحقيقة نيتفرجوا فيها كل حبك كرة القدم في العالم رو ولا بمانه الدوري السعودية ما نقول في حتى وسائل العلم لا لا يزنون كتشوف مع انت حتى في الامور متاع فيراج والدخلات وشو اللي عاملينه الجماهير الاهلوية الحقيقة شي متع في جمهورك اللي يبدأ يغني وعنده هاك السبيكر ولا ولا البوك شي تسمى ذاك خاطرين تدبوهم في السعودية في بني لا 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 في سعودية لي مش كما في قطر في سعودية ذاك مع انت هو اللي مش فاهمة مرة واحدة مشاها من فريق فريق لا 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 في سعودية لي ها لا لا يمشي يمشي لا لا في جماعية الكبيرة اللي اللي نعرفها نقدمك ساعب الطريقة التي تريق وبكان نجم القنوات التلفزية مفهمت انا ساعب معنا قنات اتي مع الراديو معنا نحن اراوه معك مرحبا مرحبا بيك مين مرحبا بخالد مرحبا بكل مستمعي اي افم لوكا ذا متاع تينيس بما انو رلون غاروس على الابواب توا يلعبوا في روما اهها الاراضي تورابي مغروم ساعب التنية ساتي وانا سليتي ماشي الجاروس راو نورو له لما تستخدموا سليتي السويليات سويلا ذا خاطر هو من المتابعي منحب الحشي يحب حشي لي شغالو ماشي الجاروس نا رلون غاروس مم منا صحيب علي تراب تراب محب لحش تراب فاتتك حلقة للبراح خد لانو جاك حاضر سليتي روا ويستنى فيك منحاذر له برشة دوسية منحذر له برشة دوسية اللعبة في التراب. نعب في التراب. معنى مدريد. اه. انا كعب سطر نحب لعبة التراب ونحب نتراب ونحب نتراب. تمانسة كلنك تريد. ونحب نترابي. اللي عاملوا ندال في الاتيران هذوكو. يخليك تحبها معناها في اللي يصيروا لكل وغران شليم واحد يصير في في التراب في غاروس. دونك يخليك تتمتع لانه كرة تبدأ كيفاش يجري لها ويبدأ يتزحلق ويجيبها يعود يرجع يعود يمشي الكوتي او بوزي الاخر. دونك بعض ندال مجيش حاجد كلي معناها خلانا معناها نشيقه. حتى ديوكو فيتش ولله. مش نفس الطريقة. مش نفس طريقة. مدام انتي منا مغروم بالأراضي الترابية والتنس موعد مع كيات ونيسوبين ابرتير ان شاء الله من نهر حد اطناش مي القادم الادوار التمهيدين هالحد. التبلو فينا نهار سنية وتشماية في نادي التنس بتونس التسيتيه وقريب لهنا درجة من زمان درجين من زمان قولوا آآ الطريقة السيارة تكون في التسيتيه مرحبا بيكو وحنا بش نكونوا حاضرين كرجو ايافين بمانا شركة آآ مع آآ دورة آآ تونيسوبين كيا تونيسوبين النسخة آآ الثمونتاش خلو دا كان حاضر معنا العام الفارج سليتي كيف كيف ولحقيقة اظهر مهارات كبيرة آآ في آآ ما يخص آآ اللعب بالتنس ومحام سليتيه ماشاء الله. بالحقا. اوه. وبرلوفير يضرب. قلو بالله يجي نارتل عاد ويجيبك السورية البيضة لك. انتي غير منه لا. انتي غير منه في ما يخص آآ ستيل وفي ما يخص آآ خبرة محام سليتي في الموثا به. بي جي دورة مونت آآ الليلة الثمانية في البارك دي برانس. في جي لانهزم في الذهاب واحد سفر ضد دورتموند هدافشكون فولك روك باللغة الالمانية فولك روك بالانجليزية هرنانديس. هرنانديس سيغيب بعد اصابة الذهاب واحد سفر في الذهاب دورتموند خالد. المباراة ستكون حسب نتيجة المباراة في السيجنالي دونة بارك ستكون مفتوحة على جميع احتمالة. سيحة الحقيقة دورتموند عادت مقابلة كبيرة جمعة ليفيت. آآ النتيجة واحد سفر بي جي منسبة لينا خطر خطر ما كتعرف في البارك دي برانس تتحول بي جي. والشانس الوحيدة ان بي جي بيش توصل معانتها للفينال الذية وعند حضوض ويفرة انها معانت مش بيش تفزل لقبة مش توصل الفينال هي ضد دورتموند. انا بالنسبة لينا التوقعاتي انه معانت البي جي بش يربح اليوم بنتيجة ثنين تثة سفر. على خاطر فيو الكاليتين متاع جوريت الفرنسي في اللي موجودة في بي جي بابي ديمبيلي. عندهم الكاليتين تولي زاتو انه منجموا يسجلوا في في مرمى دورتموند. عب ستار هل توافق خالد انه بي جي سيكون في طريق مفتوح سيفوز باكثر من هدف قالثنين تلايثة خالد. لا مستحيل. مستحيل. انه دورتموند وبش يخسر اليوم في في البارك دي برنس لا انا نتوقع انه دورتموند سي سيمر الى النهائي. هذا يتوقع انتاعي انا. حرام نختار حرام. ونتصور اليوم بش نراو كوتلة دفاعية ممتازة بتاع دورتموند وبش نراو دورتموند يسجل على غرار مباراة الذهاب ثم فيه النهائي مع ريال من غير مادريد العادة يفوز بللقب. هما في المباراة فاو انت خارج تحب ريال مادريد تحب ذوثموند تتعدى. الحقيقة ان احب فينال بي جي ريال. في الفينال كانfallen قانتعدى بي زيا تربح ريال مادريد. . تربאלي. هما في دور المجموعات شما عاملو? في مباراة الياب نتفكر واحد 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 وربحة بي زيا في الرتور. واحد واحد في الذهاب؟ في الرتور ربحة بي زيا قاديش انتيجه وقتا. انتيجة. 2-0 يظهر لي ما عنديش انتيجة لكن أنا في انتظار أنه نلقاوا انتيجة إيهاب ينجمي مدنى بالسكور فما واحد واحد ذيكا مباراة الإياب مباراة الإياب 1-1-2-0 مباراة إيهاب 2-0-1-1 2-0 للي ورطور 1-1 2-0 بيجي للي ورطور 1-1 بيه ورطور مباراة الإياب 1-1 وقت اللي دورتمود مترشح كان ومتأهل معناه الظروف مش كيف كيف الظروف مش كيف كيف في المباراة الأولى باريس سن جرمان تسار 2-0 في البرك دي برنس هك كي ما قال خالت 2-0-1-3 مباراة ستكون مفتوحة على جميع الإحتمالات قبلنا نحكيه وبالله قبلنا نحكيه على الدوري السعودي حكينا على شهر ماي وارتباط وبراطة التنس والأراضي التور أبيز هذا شهر ماي تعرف عش نحبه شهر ماي فيه توت عب ستار فيه توت وله صديقي حلمي توت لانا ادخلت بعضي ملاحظت اني ادخلت بعضي ويمنين التوت انتي تفع فيه بعتني توت تساور متاع توت شريهولي قلوا ربي فضلك وتحية كبيرة لك توها كي يا امي حت انتي كيف كيف تخلت بعضك لما انا ماي بنتي ملودة في مي دونك نحبه الشر ملودة خمسة خمسة ها ومين سعيدي قالي عندي شجرة هاي جيبانا جيبانا الناس كون عنده شجرة امي عندي شجرة في الدار يلا الهلال يقلب الطاولة الاهلي جدا اربعتاش النقطة فارق على النصر في المرتبة الثانية النصر يقترب من تحقيق اللقاب تسعتاش ليه فريق الهلال اربع جولات مزاله خالد والهلال اقوى فريق انا عندي انا الهلال يظهرني اقوى فريق عربي المريفيتة محام سليتي قال الاهلي عبسة قال النصر هاي اهلي المصر فريق عربي في العالم العربي الفريق الهلال عندك الهلال والعين. الزوز فرق. العين العين. الزوز اذو ما من اقول الفرق. اه. الحقيقة الهلال اللي راهو معانتا انبا تابل. كترا انت القدام متروفيتش. اه. طلق التالي كولي بالي. اه. بونو عمليه الاحسن حارس في في العالم. اه. لكن لم يتمكن من تجاوز عطب العين. لم يتمكن عن خطر العين زادا راهو عند رحيمي. عند رحيمي عند دي بريزيلا. عند مدرب مكري سبو. اقول لا. اللي من نأقوه الفرق الموجودة في العالم العربي. اه. الحقيقة. ماتش كبير البرح. اه. الاهلي اه. ضايع فرصة. الانتصار البرح. مجد تكون المحرز تقايقلولة. السلطة على البار. كيف تقيم مردود محرز مع. اه. مش محرز انت. أرسيتي الحقيقة. من زي المقاش اللي ريبيري متيوا. اه. بريك اش بشي لندرة القديم العام جدا راو انا عيشت بريسك في جدا جدا راي صخانة ويميديتين كبيرة. انا نعيش في جدا وناخذ نفس الجديد يعني اتقضاها رياض محر زر. تحبو نحكي وكورا وتحبو نحكي وواحد معنة راي ويميديتين كبيرة اه سخانة برشا. اه اللي جوار او المره يلعب معه مالدوري او المره يلعب معه. وتحبل ما تحبش راو الكاليتين جوار السعوديين اللي في في الهيليل لا همش الكاليتين الجوار موجودين في الاهل يراو معانتا وتساوي السوتو معانتا ملور زادا حتى فيرمينو ما تخلش في الجو ما كانش يلعب فيرمينو آآ ماكسيمام زادا الإصابات ملعبش بارشا ما تشويت كيسي كيسي زادا كان مصاب دونك آآ إيبانيز ومن دي الحارس بوا من منش بي برشا معانتا شوف روما شوف الكاليتين بتاع جوار اللي موجودين في الهيليل سورة 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 سعوديين أقوى برشا من الاهلي آآ البارة هني قلت لك الاهلي ضاعت برشا كورات قدام المرمى أما الواقعية متاع الهيليل دي ما هي اللي تخليها تنتصر وعندها لكاليتين الحقيقة مالكم ملعب كبير هز الكورة من دوزين بوت شز الكورة من السنترو ويشق بها معانتا ديفونس كاملة ومبعدك بتعب داك ويوصل المندي ويعرف فيوني بلاسها آآ معانتا الفارق متاع حتى متاع زي طولانجية أقوى برشا من الاهلي عب ستر هو البرح راول ممكن الهدف تعادلهم تاع الهيليل في برشا برشا اختلاف انه يظهر لي فما كتافي متاع أربع حكام مختلفين في أربع قنوات واحد قال الشريف قال بونتو عصام عبد الفاتح قال مش بونتو فما في قاناة برنامج روشن قال لي بونتو وفوت حصلوا ما تفهم حد شيء فما فما اختلاف حول الهدف حتى من مسؤولي الاهلي ما دي هورب كانوا فوت ايه المسؤولي الاهلي تشكيوا بيدوا من الهدف وقالوا كيل عادة الهيليل معناها يفوز بالتحكيم وهال مشاكل الكبيرة داد اللي دي ما يحكيوا عليها انه الهيليل توقع دي ربح في برشا مباريات بدزان بتاع ليزار بيتر لكن مباراة كانت ممتازة حتى على مستوى الاحصائيات احصائيات متقاربة معناها روكي تشوف عدد التمريرات في المباراة تمريرات متقاربة ما نسبة نجاح تمريرات ثمينة وثمانين بالمئة لكل فريق معناها نسبة تمريرات نجاح كبيرة برشا وهنا لكاليتات جوور هي اللي تحكم فيك مش تعمل 400 باس تعدى فهم كان مئتين صحيحة دونك اهن مهم ياسر الحاجة هذي مناش مش نقارنوا اليوم الهيليل بحتى فريق لا في السعودية ولا حتى على قتلك بطل العرب قتل انت احس اي قتل قتل لها للمصري خاطر خاطر ابو حمد سديدي قل لها للمصري مهوش لها للمصري اقوى فريق عربي نجاح مشكون اقوى فريق عربي تقول لي في افريقيا عنده ارقام قياسية من حيث القار فى البطولة ذىك. ولكن مهاش اقوى فاريق عرب. طب تقولى الاهل اقوى من الهلال? صحيب شوية كان يكون اقوى من الهلال. قال انو الاهل مصري الفريق الافضل فى العالم العربي صحيب شوية. انت مش كنت في التلعب للغرف. مش قعض يتبع فى الكرة. مات متنجم شتكب. ده انت كيتقارنهم شو انت كيتقارنهم. شوف خانت خلته. لعبي لعبة. هو البيرح يحكى قال الاهل المصري الفريق الافضل فى العالم العربي. بطل العرب هو النصر هذي هو حامل لقب مفامة بطولة ولا اليوم شكون احسن فريق في افريقيا في افريقيا في افريقيا دونك ما يعنيش انه سندونس احسن فريق ما يعنيش انه اللي بشهزة شامبيونز ليج هو بطل افريقيا بغض النظر على المستوى الفاني متاع اللي عيبين ومتاع المجموعة ومتاع المباريات اللي قدم فهم انت تعني كيكزمبل سيتي ورائل شكون لعب بخير في الديو مات سيتي بتبع؟ نجم انا نقول لك الرائل لعب خير انا يعجبني ممكن لعب الدفاعي ممكن انا كيك انت مغروم خاتب الميلان ويتوالده ميلان ما العبش لعب دفاعي مامورو ما العب ميلان لعب تيه نعمل ثور هذيك عليش هتا هيك خبر اخسارة لخسار ساكي بران باستان بد من التريول عندي عمرو ما العب بالتاريخ ما العبش لعب دفاعي هو عب ستار ينجمي اكل كذا به ابها يسارع للبقاء ابها فريق ساعد بجير ساعد بجيري ما العبش المباراة الاخيرة بينما الحزم الحزم في الدرجة الثانية فيه الدرجة الممتازة مش الممتازة درجة الاولى عفوا ان ادي تسمى درجة اولى ايه دوري الممتاز هو دوري روشن دوري يلو هو درجة اولى درجة ثانية وبعدها درجة ثافة وبعد حتى الرابعة فرما طول ايه مستقبل الثنائي هذا بجيري شوفوا بالنسبة لابها مزلت عندها حضوظها كاملة مزلوا اربع مباريات اللي قدامها نقطين نقطين وبعد ثلاثة نقاط واربع نقاط ونحكيوا على اثناش النقطة ممكنة معناها راو كل شي ممكن بالنسبة لابها الحزم الحزم عادي انو بش يتيح راو اليوم في دوري روشن لو ما فهماش امكانيات كبيرة بتجيب لاعبين على مستوى عالي جدا بش تنجم انتي تشد روحك مع فرقة كبيرة متنجمش تحافظ على المرتبة متاعك لانو شوفنا الحزم في كل مباراة في الكبار يقبل بالخمسة بالستة بالسبعة ما بالطريقة هذية في ديسمبر بدر لزي ترانجي الكل سيتروتار ديجال كاستينج ملولو بدر قداش من المدرب سيباسها معانتها دوماج للغارديان بتاعنا معانتها دحمين انو شوان متاعو في دوري روشن كان شوى غالط متواصل حتى تلين وخمسة عشرين تحمل فيه هو برشة مسئولية برشة معاناها الحقيقة الناس نزلت على دحمين وقت لكل اخسارة يخسرها بسكور كبير قالورك هو الجانب الدفاعي ميتحملوش واحده ايه ما عبسطر والله العظيم انا نتبع في الماتشوت الاخرة راو من احسن ملعبة راو يخسي دي نوت ثمانية وسبعة ونصف مثلا اخر جوز مباراة ثمانية فاصل اثنين عطا في اسيست مباراة الاخيرة سبعة فاصل اما ما يعني شيء مباراة النصر جيدة اللي عملوا فيها اربعة اربعة راو اخرج احسن لها في المباراة في الاخر خالد شفت او انا احكيو فيه احنا في الاخر بش يقول لك في المتاع وطاح مع الحزم وقدش يقبله من هدف الموسمة ذاك بش يحسبوله وقدش يقبله من هدف وشني يعمل بيرفولموس على فكرة عبسط تقرر فريق الحزم هوش الفريق الاكتر قبولا للاهداف قبل ثمانية وستين الحزم في المرتبة الاخيرة عشرين نقطة الفريق الاكتر قبولا للاهداف والذي يشكو هشاشة دفاعية واضحة هو فريق سعد بجير ابها تعرف قديش قبل سعد بجير فريقه يعني ابل تسعة وسبعين هدف وسجل اربعة وتلاثين هدف فقط ابها اللي عنده ثمانية وعشرين نقطة بالتساوي مع فريق الاخدود والحزم بعضهم ابها مزيت له مباراة ضد ذمك يستقبل ذمك يمشي الى الاهل السعودي واجه اهل الجده ثم يستقبل الخليج ثم ينزل ضيف على الحزم في اخر جونة اربع مباريات فيهم فيها مباراة للاهلي صعيب ياسر انو يربحها لكن مباراة الاخرى كل في الموتانية والخالد صحيح امين شوف اه مصيره بيدية كما يقوله مع انت كان يربح المات شورتولي في بلاده ويربح الماتش الاخرين ضد الحزم نقول لك يمنع فهمت اه 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 من المدرب الجنوب افريقي لحقيقة غير غير كمبليتما وجهه ابا والي تلعب الوفنسيف والي تلقى السوليسون والي تتمركي اذا انا قلت لك اذا يعرفوا كاش يجريوا الماتش متاح مصيرتو ادوم يسيل يمنع اه شنوه تقول لزوز ملعبية ذوما لسعد بقير وايمن داحمين من قدر لا في سورة سقوط تزوز فيه رقم شو قللك اه امين انا حسب درايتي بالدور السعودي داحمين مازال فيها العقد متاح وصعبرة وصعبورة يقول لك عم جاي نعمل جمعية بها بالحارس متاح وعودوا ونعودوا ونرجو سعد بقير كان بش يمنع الفريق متاعو سوكي سوري ناجم يمنع كاتر فان بورسان محبوب هو اما مع المدربة ذي راوم كان مش يخليوا المدربة ذي مش بشارع مشنوه المشكل هو بناتك ملعنش نوه المشكل مليجي مرعبوش هو والحزم مش اول مره بش يتيح ويعود يرجع ومستانس الحزم يتيح ويعود يرجع ايه مستانس ديما طالع ايه ديما طالع دانك انا قلت لك انا كامش يقعد عم يجاي كامش يمنع ابها وبش يقعد في الدورة الممتاز نقول له يشوف جماعي اخرى خطر انبوسيبو كان بش يخليوا المدربة ذي انبوسيبو شغلوا يشارع بمعه وهو سوكي يصير المدرب موش بش يخليه مش بش يخليه موش بش يخليه معه اه في الفترة الخيرة صحيح سعد بقير مرعبش مرعبش باشا مع المدرب موسيماني الجنوب مسريقي اللي دارب الاهلي وزيلا جاتوا اسابة وقتها جاتوا الاسابة في ركبته ما مرجعش كما العادة كما سعد بقير نعرفوه اللي رتيح فيها شهر ولا ثلاثة جماعات مرجعش سعد بقير نعرفوه بحيب عشوي بش نحكيه على اللي عبدواني اخر ينتمين المتخب الوطني التولسي اللي هو علي معلون وفي اه بعد ما نحكيه على الاهلي المصري طبعا والغيابات وتحذيراته لمواجهة التراجي وكل اخبار الاهلي بش نترقه ايضا لوضعي بعض ذاعبي المنتخب في البطولات الاوروبية فاصل ورجعين بحق شوان اي افهم سبورشيك ساعتين وسبع وشرين دقيقة اي افهم هذي سبورشيك شاي خالد الحصة كي جي انتي وما فماشي سليتي يريق ده الحقيقة معني يجبك تعلم شوية من عند سليتي بما انه يجيب عديد الموجات اللي ايجابي شوه شات تليفون وما وما زال موشي تفعله معي محمد سليتي موجات ايجابية يجيب البهجة الفرحة الناس كل تبدال هنا شايخة عملا جو بحقه حتخليه يجي يخدم كل يوم يجي يخدم كل يوم ومشكلة الوحيدة ومالعبش كاس افريقي محمد سليتي انا نجيب فيه على كاس افريقي انا نهي حسب تسريحات في الاعلام المصري لمحمد النيتي اللي هو اعلامي رياضي مصري الاهلي المصري اتفق مع علي معلول على الرحيل مع نهاية الموسم في الاشهر القليل الماضي تحكي برشا علي معلول تمديد عقده الجيراية السنوانية قضاها تقريبا 1.5 مليون دولار علي معلول حسب محمد النيتي لن يجدد خالد في الاهلي المصري قرار شينا بعديه الاهلي المصري ده صحيح يعني هذا يحسب محمد النيتي اعلامي رياضي مصري وتسريحاته في الساعات القليلة الماضية شوف امين تكرواها الاهلي المصري بعراقتها وبنادي القرن وبالستراتيجية اللي عملتهم وبالكؤوس اللي هزتهم بكل شي باللاعبين اللي عندها دوليين بهلي اتب هو قفل الرسيد بشري الحالي ما فهم حتى حد ينجمي يعود علي معلول اي 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 نتفقوا علي معلول تب ولما تهتو واستورة متاعنادي الاهلي اهلا استورة وكن الاهلي مصري لاني يقف على علي معلول ماش ما يقفش مع أنت باستراتيجي متاعهم وبالنادي متاعهم وبالهيلمين اللي عندهم وبالكؤوس الأفريقية لها الزيتهم مع أنت ما عنديش استراتيجي القدام أراه ما عندهم استراتيجي عب ستار القرار ذا سينضم عليه الأهلي المصري ترانوا عليه معلول قادر أنه يجيت موسم اثنين في الأهلي المصري ولا حان وقته التغيير هو أكيد ومهوش قرار رسمي يبقى كلام إعلامي في مصر وحنا نعرف أنه في مصر عادي معناها البلاتو كل مرة تسمع أخبار وتسمع كلام ولكن اليوم هل الأهلي المصري عنده بديل المعلول وحنا رينا أنه معلول كان في المباراة الأخرى متاع الأهلي المصري وحتى معناها كل المباراة اليوم يخمم أنه مش بشي لعب معلول يخمم على نهاية دونك معلول وجوده كأساسي في الأهلي المصري مؤثر ومؤثر جدا بالنسبة للمدرب بالنسبة لإدارة وبالنسبة لجماهير ودونك قاعد لهنا أنا معلول الرغم من المصلحته يخرج من الله ليمشي يعمل عوائمين في السعودية صحيح ذلك يمشي يعمل سعودية والأجر هذي اللي يعتبر غالي برشا في مصر هو قادر أنه يجيب أربع خمسة مرات منه في السعودية وقادر أنه كيف كيف حتى على المستوى الفاني في السعودية يقعد معناها في نفس المستوى ممكن أعلى من المستوى اللي كان يلعب فيه دونك قرار الأهلي بالاستغناء عنه وأنا بالنسبة لينا ما يعني حد شيء لعلي معلول كتب التاريخ مع الأهلي ما يكونش بطريقة هذية حتى لو تم استغناء عنه ومش بكلام يخرج في الإعلام ولا حاجة يكون بطريقة معناها تسريباتي يزم تكون بطريقة معناها كبيرة برشا خطر بديل لكن عب ستار نفعل معك فيما يخص تكلمني قلتو نتاور أن أهلي المصري بشي كر معني معلول بالطريقة التي تتليقوا بأسطورة مثل هو من حقه أن الأهلي المصري حذر بديل المعلول لأنه توف العمر هذك معلول برديك ماوة عربعة وثلاثين سنوات عربعة وثلاثين قدش بشي ناجم يزيد لأهلي المصري الأهلي المصري ما هوش كون اللي في البروفيل هذي كانت علي معلول اللي يقدر يقدر يعوضوا في الاهلي. هذي النقطة اللي لنا. والنقطة الثانية لو يتم معناها عدم تجديد العقد متاعه تكون بتاريقة قلنا احنا ايجابية وطريقة تحفظ معناها تاريخ اللي عملوا معلول مع الاهلي وتحفظ معناها الانجازات الكبيرة اللي عملهم. ومن ثانية اخرى من ناحية من وجهة نظر العلي معلول انا نرى انه يلزموا يخرج فانت كاريير متاعه حتى مادين ينجم معناها يصور اكثر من اللي اه قاعد يخوفيه في الان وقادر انه يلقى بلاسلو في دوري لوشن بسهولة. واسميه حب تعليل اهل حب تعليل اهل السعود يرى. اه. حبو علي. قادر يلعب. قادر يلعب في دوري لوشن بسهولة معناها. فيما يخص مباراة النهائي اه غربية للحكام الجزائري سيكون هو حكام مباراة الذهاب ومباراة الاياب اه اندلا من الكونجو الديموقراطية اذي اه اذو مزوز حكام اللي بشي اه يكونوا حاضرين في الذهاب وفي الاياب بالنسبة الدوري النهائي لشامبينز ديك بين التارجي والاهل انا خاصة الحكام الجزائري اه غربية يعجبني برشا مصطفى غربية. الحقيقة من حسن حكام موجودين في الساحة الفريقية والعربية. اه بريزانس. اذا ذكروا كش عمل في الكوب دافريق. بالنسبة لي انا فرحت برشا كي سمعت به. اه الحكام ماذا متاع تارجي والاهلي. اما متاع المتشور التور لحقيقة الكونجولي منعفوش. 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 ايضا لهو حضور. ان شاء الله اخوي يطلع في كيف فرد قيمة والحكام الجزائري معانت. به كولر يريح ديش اللاعب في اه في مباراة اليوم ضد الاتحاد السكندري لحساب الدوري المحلي. نحنش اللاعب اللي تم اراحتهم فيهم عني معلول طبعا. اه عامر السولية واحمد عبدالقادر بسبب الاسابة. ززم اللاعبين الذوما صعيب برشا يخلطوا على اه الدورة النهائي ومباراة الذهاب ضد التراجي. ياسر براهيم محامد شنيو بسبب عدم اكتمال الجاهزية. وعلي معلول للراحة من اجل الاستفادة منهم في اه نهائي بين التراجي والاهلي. خالد عبد الفتاح وطهر محامد طهر وكريم الدبس وحمزة علي لأسباب آآ فني ريت كولر غير مقتنعة كما قلنا بآ كريم دبس اللي العب في مركز الظهير ايسر وعوض عليه معلول آآ فما كلام انه القائمة بتاع اليوم مفياش حتى الظهير ايسر في ذا الغيام. عني آآ معلول في المقابل عودة افشة عودة افشة بعد آآ عقوبة من كولر. هو مش عقوبة من كولر. هو في جلسة ما بين آآ افشة وكولر يظهر اللي جلسة حاضرين في حتى اللي يعيبين اخرين. جلسة صلحية. لا اقبل الجلسة هي شنية العقوبة. قالوا انت. على امام عشور وقت. قالوا. لا قالوا شنية ان شاء الله اللي تقول فيه في الكونفيرانس في الندوات الصحفية. تبقوا في الميدان. هذي معناها الكلمة ما عجبتش كولر لانه لانه هو شنية. تطول يعني. تطول لانه شنية هو الحكاية. انه افشة وقت اللي تضرب ورجع ما رجعوش كولر. وامام عشور حتى وقت اللي هو مزال يدهده معناها. ديركتو مو هبتو لعب وكذا. ونعرف واحنا انه افشة وامام عشور فارد بوست ومعتبرات كونكورنس ديركت. دونك الكلام اذا ما عجبش كولر وخطاوه يظهلي بخمسين الف جنيه مصري دونك عطاوه اختيه. تور ذا عليه كولر كولر يظهلي كسح شوية صعيب شوية خطر مش كان مع افشة مع برشة لعبين معناها اللي حتى فهمة لوتر جووري ترانجيه مانيش عارف ش اسمه معاقب زايدة وقا كولر مش راضي عليه معاقبو دونك كولر ما هوش من المدربين اللي سهل التعامل تطاول عليه عاقبك يعيفك في الكورة. الانضباط شعار كولر ولكن بشي رتح هو من حقه انه يرتح هذاك هو البلوز امبورتون لكن اذا تعرف وقتش ترتح وقتش ما رتح هذا هو المهم. هو سكي يسور اليوم بشي رتح سكي يسور نهارة لعند ماتش اه قبل ماتش الاسبرانس سكي يسور بشي لعب لكيب بالكيب تيب شوفت حتى اليوم خالد راو فهمة ان ديفونسور سنترال موجود من الكيب تيب فهمة في وسط الميدان اه اكرم توفيق وموجود كاساسي مزلي مزلي خامة ما بين ابو علي وكهرباء في معناها فهمة لوساتور لو ساتور محافظ عليها مخارجيش. صحيب ولا ولا موجي جي ناحي لله. ولا يزمك تارك تجيري اللي في كيفة متعك موجي جي ناحي الناس كل واكي اما يزمك تعرف شكون عندو تونجو شكون عندو اقل شكون يلزمو يبدأ حاضر ماتش اللي جوخ جي في الفينال يزمك تعرف وقتش ترتاحهم. اه يزمك انتي مثلا انا باركزامل يزمك بلد بستة ايام من الماتش الفينال اللعب اه لجور كادر متاعي لجور كليه اللي بشي بديو في ريف الماتش اه في الماتش الفينال اذاك اشنا ونحن الوبجيكتيف امتاعنا معنات. اه اه تتوقع انو في خط الهجوم سيحتمد على اه موداست ام موداست سيخة خرجة من اختيارات كولر بسبب الضغط الجامهيري ومردود موداست المتواضع جدا. نحن ومنيتنا يلعب ضد هتلتاوه ما انتا ماورا حتشايب. وش ظل يجيبه واحد غالط وش تعدر تفوت. اخت الاهلي في انتداب. اخت ايشنو اخت ايخ في برشة فلوس راو يحكي ورا. واحد فاصل ستة مليون. والا ما انت نعنا. حتى اللي معاوض متاعوره هو جامهير الاهلي ما تحبوش عراه. تسموه وانسيت اسموه. ما تحبوش نهركي ما يتزفر علي. تحكى لكهربا. لا 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 فهموا واحد يخل لها بيخل. تحكى لآ. شكو فهمه? توا يلعب? نا. توا ابو علي يلعب? اذا ابو علي. اجابو في جامفي ابو علي. اذا ما يحبوش. فلسطيني. او كمركة ارى. اي 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 اما ما يحبوش. او عنده دول ناسيوناليتي ذول يا. اي 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 دول دنماريكو سويدي. اي 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 الاهلي دي ما عندها مشكلة سنية ستو سنية. شكوني يحط كورة في شبكة. حتى انا ma mantextورش انو معنة بشي عمل. انا شفته في مزم بيعجبني ابو علي الحقيقة جوع معناها. اي اي. الخضر هو بش لعب موديس يا هو. هو حتى اليوم مي خاممش في موديس. اي 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 ما تصايبش عمل عليه. به خل القرب يتمنى شرك موديست اي اي كاسس. به اي اي في خضام هذا كل الترجل للتونسي ليجاري الرسيدة البشري للإطار الفني وأراحل الملعبية في مباراة الملعب التونسي نرى المدرب ميغيل كاردوزو كيف سيجاري رسيد البشري في قادم المباريات والترجل بين الاعداد لنهائي لشامبينز جيك مع الأهل وبين كسب النقاط في البطولة لتحقيق اللقب نحكي قليلا على ملعبيتنا خارج حدود الوطن في البطولية الأوروبية المرهية بعد ما حكينا عن الخليج وضعية معاقدة لحنبال المجبري حنبال المجبري اللي غاب على المنتخب في كأس إفريق الأمم الأخيرة في الكود إيفوار وغاب على المنتخب أيضا ما بعد كأس إفريق حنبال المجبري اللي غاب بسبب طبعا وضعيته مع مارشستر ونايتد وقتها ومشي السيفي إعارة لا يلعب منذ مدة طويلة جدا لكن في آخر مباراة بلعب سبعة دقائق حنبال المجبري فما كريم على إيفرتون تقال أنه حنبال ممكن يمشي لإيفرتون وقتها من مارشستر يونايتد لكن خير سيفي إعارة وفما بند لشراء اللعب لكن سيفي لن يفعل هذا البند ولم يدفع أموالا للتعاقد محنبال المجبري وهذا منطق لأنه موارشي حنبال مع سيفي في الليغة مرة أخرى إيفرتون يقالوا يقالوا عب ستارة أنه إيفرتون ذيك ليه كلمة وتقارير خلنا نعطي العب ستارة بعد أنه نعرف رايك أنت يقالوا أنه إيفرتون مهتم باللعب مسلسل للمتابع لا مهتم لحد شيء حنبال مجبري يزمو يمشي يلعب في فريق في وسط الترتيب في البطولة الفرنسية اللي هو ما فيش برشة منافسة واللي هو كيبش يجيبو هالفريق هذا كما كان لوريون واخت كيبشي لو مونتصر التالي يفرل التواجده كأساسي لأنه لقاء مشاكل في فرق كبرى أمام المنافسة اللي قدامه بشوف روحه كأساسي لأنه الولاي ده ذي مازال ناقص على مستوى اللعب لطن جو معندوش ناقص حتى على مستوى معناها التنافس ما هوش قاعد يلعب دانك يمشي هو في بطولة ويولي تتوليرا بارانتير اللي بش يكسب من الخبرة بش يكسب معناها انتون جو في سقيه بش يحتك بش يلقى روحه معناها في وضعيات حتى نتع تهديه في وضعيات على المستوى البدني تخليه يزيد يطور من روحه خسارا لم يتطور بالطريقة لينتظر نيها وبعد نتعديه البالية الأخرى نتع إفيرتون و تشيلسي و دراشكون لأنه توا حنا بعد ملعبش في مانشستر ملعبش هكا ولا ما عندوش تون جو ملعبش يا خاك محدود امشي البيرمينغام عاود رجع عاود امشي السي في ملعبش توا معناها قعدنا توا نعود نحكيه على ايفيرتون يمشي الافيرتون توا معات شها لا ما يلعبش زادا عندو مشكل في فرص نفسه كأساسي في الفرق الكل يلعبها يمشي الفرق أقل حجم بش ينجم يلقى بلاسا بش ينجم يلعب بش ينجم يطور من مردوده لأنه مردوده بالطريقة هذي مش بش يطور ويطور يحب لك بش ترجع طريقة حنا بعد ممكن حاضر صعيب شوي هو تو خسر مكانه في المنتخب بخسر مكانه في الجامعية اللي يلعب فيها خسر مكانه بش يرجع المانشستر تو يقعد يلوج على فريق ودونك وهذي كدما راي ضربات محدة ماذا بينا لو حنا بعد يلعب وانا نش نحكي كتونسي ماذا بي حنا بالرافي على المرتب مانيش نحكي منه وانا انه نقدح في حنا بعد ولكل شيء ولكن يلجير مال الكاريير متاعه بالطريقة هذي وح خالد مراو انو نعرف راي كان يلا تاشي قول انا كل ما يقرب المركاته في السيف ولا في الشتيه مو سلسل حنا بعد حكينا فيه با مالدوفا قطة كراو شو متاعه وانتز ناس كل قطة كيفاش تقوله سيفي وسيفي قطرة ومش بشلع في سيفي خاطر الكاليتين متاعه وتاوهم هنزل ما هوش حاضر انو نجم يلعب تي هو واختي كانت المنشستر فارغ وملعب فيها دقيقتي وتاوهم شيء لسيفي وملعبش فيها تاوي كايفيرتون تاش كون يلعب فيها ايفيرتون فلوس فيها دريسا غي فيها هاريسون فيها غارب ميكرو ميكرو خالف فيها غوميز فيها اونا انا معانا تقوا بشلع معانا تحب ربحة ليفر بول سينسفر معانا تحب معانا تحب انت تقوا انت بشي مشي تاوي فيارتون وليه هاقا ولعبات برشا محلين ليه خلين انو ممشي جيش كوبدافريق خطر يشوف كاريير وبشيوش المشكلة خالد انو اللاعب لم يتطور من الكأس العرب بوقت 2021 كنا ننتظروا انو حنا بعلماجل بشيكون نجم من نجوم البطولات الاوروبية لكن بحقيقة انتظرنا انو عندو مرش دو بروغريسون كبير لكن مالا اخويا خلي جيري كارييرو اخويا مبادك كيت فاضل منتخبتو نعي طولو شعيب يلعب في فريق صغير شوية ويكسب الخبرة ويعمل انا معك في الراهي هذا انو فريق وسط الترتيب في فرنسا قادر انو يساهم في تطور حنا بعلم بالطريقة اللي نأمله منتصر التالبي لعب تطور جدا الموسم الفائلت الموسم هذا كان سعي بيسر منتصر التالبي خاصدا بعد الاسابة منتصر عادة عادة في اخر جوز مباراة مع فريقه لوريون لوريون اللي عم ناول كان في وضعية مريحة جدا وسلحة في فترة ما ينافس على مكان مؤهل للمسابقات الاوروبية ومركز مؤهل منتصر للعب جوز مباراة منذ عوتو فريقه سيغادر الليغان في تجاه الليغ دو فما كلام على لانس لانس الفريق المتقلب في الدورة الفرنسية في العوام القليلة الماضي وجهة تراها تخدم مصلحة منتصر التالبي ينجم يلعب في لانس اي علش لا ينجم يلعب منتصر التالبي ينجم يلعب في اي فريق منتصر عنده لكالي تي حتى بعد الموسم الصعي بذي موسم الصعي بس حيح وم بعد الاسابة في اخر الموسم زادت زادت تعليه شوية ولكن موسم الصعي بيخيوه بش تحمل مسؤولية في نو نزول النادي واحده ومعناها ولكن لكاليتي اللي عند منتصر تخوال له انو يلعب في لانس وتخوال له حتى يلعب في فرق اخرى وعليش ديمة منتصر من القووش لانا حكيو على فرق كبرى ولانا حكيو على اسامي فاتفاذا اللي هي معنا تكون شوشرة معناها وفالاخر جي ترقى حتى ايكيب تحب عليه منتصر انا نراه عمل الموسم الفارت والموسم هذه اللي هي كونسان طنك يلعب طنك موجود طنك اساسي في المنتخب اللي يتقاعد معناها في سكة صحيح الموسم القادم مع لانس نتوقع انو ماذا يمزل ما فاما شايرة وباقي مجرد كلام ولكن قادر قادر انو يواصل يلعب في الليجة واانا معاه انو منتصر يكمل في الليجة لكن معاه فريق ممكن عنده اكثر تموحات فريق اكثر متمسك على مستوى المجموعة لانس مرتبسيت ماذا يقول لك اكثر فريق متمسك اللي عنده تموحات اكثر من هكيه لانو عنده لكاليتي بالشلعب شوف اما في رق عديدة طوى ريسر اللاعبين وتبيع البريمير ليج في فرنس ابرز هليل مثلا ليتاوى في المرتب الرابعة وينافس الى التأهل للشمبيينز ليج لانس نيس مثلا ليون عاد ليون عاد البيئة كانت الحقيقة مكهربة جدا في ليون الموسم هذا لكن بعد التحسن كبير على جميع المستويات في لويل وشوفنا بالرحمة مثلا جامل البرمير ليج لليون رولانسا كارير وارجع السكر شوف الهدف اللي سجده ضد ضد ليل الجمعة البارح فما جمعيات شوف امين انا شوفها تدفل الملعبية كما مارسي لوام صعيبة مئة صعبة مكهربة كيف 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 مارسي لوام 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 شوف تعرف اتي راي في منتصر ملعبي منتراز عالي وكبير برشة لحقيقة تحب ولا متحب بش معانت عاد موسم السة اثنية عمليون مخذي حتى كارتونجون و العب مقابلت الكل اما شوف انا ويه كمين حكينا فيه الموضوع قلنا نحنا بعد الابعد البرفورمانسي عملها عمليون والترتيب البيه اللي وصلتو لوريون كل شي معانت كان جي عندو معانتها اجان قوي ومعانتها الناس راي وخرجوا خرج من عملي ما لك معاندوش اجان قوي انا واحد من الناس انا 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 شكونو كان يتسوق عملي ومي كما سنق مش كيف كيف عمليو لوريون فما في رق كانت مهتمة اظهر تهتيبين بمنتسار التالبي لكن فريق لوريون طلب برشة فلوس في مدفع تونسي عربي في الوروب ما فميش كما في تونس كان جي منتسار التالبي عندو جنسية برازيلية واسمو طلبينو ولا لي هو ما تشكتلك انا في فرنسا في الاوروب ربما يخب مش كما التونسا مثلا انا مساح كونترا انا نخلي كلما تكمل معي في غاديكا راو تقولو تبشي الديركتور سبورتيف تقولو راو ايجا نعملو انتران دونطنت ونتفاهمو في الفلوس ونحب نخرج راو ما كيكا يتفاهمو هما غاديكا لكن رئيس لوريون عندي المعلومة انو تلبرش فلوس لتسريح منتسار التالبي عندي مصادر يخالي شنو تستهزقتاو بمصادري وبالعمال الصحوح في مدعي نجيش خارج ساحبك تاسمتاو اكا عبستار عيسى العيدوني وضعية معقدة لللاعب عيسى العيدوني خزوز مباراية ملعبش مرة على البنك ومرة خارج القائمة عيسى العيدوني اللي كنتقل اليونيون برلين الفريق كان في سكة صحيحة الفريق كان يقدم عروض قوية الموسم هذا عيسى العيدوني موسم ايضا صعب جدا للاعبنا الدولي التونسي وفريقه يسارع للبقاء في البوندس ليجا عبستار صحيح تاوكي تشوف عيسى براتيكما مشلي فيتمالعبش مش موجود جملة ما تشوت اللي قابلهم الكل رمبلسان قاعد يدخل في تونجو معناها يخل في تونجو صغير فما مبارايت ميدخلش فيهم مستوي الحقيقة معانتها وضعية محايرة العيسى العيدوني وضعية محايرة ليهوم وحايرة لينا زادة كمنتخبر لانا احنا عنا استحقاقات واشتر لاعبنا ما تلعبش يعني قتلك انا دجا جاي نحنا تسفيت المونديال ولا رب يستر معانتها اشتر اللاعبين معاناها لتشوفهم اشترهم ما يلعبوش معاناها بشكوم بشتلعو بشكوم بشتخالي معاندكش جامعة ومدرب شوق عدو شوق موجودين زوج مدربين يبدأ معانا جامعة ومعاناش معانتها ايطار فني معانتها رسمي نكمل ومعاناش لاعبين عندهم تونجو في سبيلهم موجودين زوج مدربين موجودين على الاقل مشارل مات في جوارة لكن لكن مخالد الملعي للجامعة تنسي ليكو القدم رئي صعبة جدا في الفترة الحالية أرواه ومش فلوس وغايا سعي بيس مشكلة فمش فلوس كله سيؤثر على المنتخب عيسى العيدوني هل ممكن منعرش جنسية ودين عيسى العيدوني وحتى مظهر عيسى العيدوني عنده علاقة بلي سيرلو في ألمانيا وفي علاقة بغزة وفلسطين ولي سيرل سيرلو ألمانيا وينيون برلين تحب ولا ما تحب جنسية هوفا مش كونهم لعبية خالد فسخولهم عقودهم خانسك سويلا انيانا تقول انتي بش تاخذوا بالمونطان هذاكه مش شريتوا بالفلوس قبل سبع اكتوبر خذيو قبل سبع اكتوبر اي اي معناتها جاوبني بحاجة اسكو هيا ما تعرفش هو اللي هو مع انتا يعرفوه كيفاش يتصرف وكيفاش يعيش بش يعملوا مع انتا ركولت معه غالط لكن شفنا مضايقات عديدة لللاعبين العرب ولاعبين المسلمين في الفترة الاخيرة منذ السبع منكتوب هي معلش خذيو هيا كان بجد هيا عندها الفريق هذاي يخمم في الدين ويخمم في اله ما نتصورش كان بش يكتبه من له العطال في نيس العطال خذيو شو كتب عطال في ستوري هو زاده ما نتصورش حتى بيدوا عيسى يدوا بايك زاجيري زاده هو شنو بشخرج عيسى العيدوني مثلا في تسريح بش يقول لا راني لقوا سيند فلسطين ولا لقوا سيند فلسطين ما عمال حد شاي موقف وظاهر ولكن هو قال موقف يدوري سيند بستورية عيسى العيدوني سيند سيند عما ما 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 تاخذوش ما نتصورش كان بش اليوم قرار انه ما يلعبش على خاطر المسيند وكان قرار هذيك يخرج من انيو ببنين يمش يلعب في اي بلاس فما راذيين كما قلنا عرب تعرضوا المضايقات وفهم حتى ليتحطموا عبس مانبي للانhos واها 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 ما اه صابة رئيس رجعوا بنا بنا ايه تابش تخبرو. حتى كنجي التيران فافوراب. ساحيت شكومشي حذر له تيران شكومشي مهام له. شكومشي كلمه. شكومشي كلمه. شكومشي تربيه. شكومشي اخترح حليل. هيا فارابو في شواء الساكوشي اللي كيبنا سولا هي واحد يدخل السليب وعلك. ولا يا ربي يستر ولا يخايف منهم. ولا خايف في الماتش لا يختار يا اخي هما ماتا. مستسلين اثم الكل وراؤوا. سبعة مئة راه مش مزيل عاللكي بنسينا. ماكسموم شهر. ما عملوا بروف ديران. عملوا مدرب معتا. مواقلون اخرها نخلين انس ومنتصر. مش نعرفوا. مقعدة خمسة جوان . لو يخدم مع الليسة لا يحكم على الليعبين لو في تواصل معناه حقيقة مع الناس الكل من ساوش قاعد يخدمه بشي كاملها. مين فقالك ها وضعية مالية خائبة بشي كاملها. ايش ما شني عاليك دونك هذيك المو هو هو بيدو معتا زيد تأكد انه منصر المدرب. وعندو خمسة جوان مباراة سيئة تاوي. اليوم ما احناش مزالة على اقل من شهر لو نحكيه. والله خيبة المسعرة والساك جوار. اقل من شهر. اقل من شهر. وناميبيا. تاوي شوف عادتي شكوب شعاية. هذو ما تقلقوا هذو ما في كاس فريقيا للأمم. كي خبركة شوف عادتي شكوب شعاية في الليستة. فعندك برشة ملعبية ما هيش تلعب تحب ولا ما تحبش. كي ما عيسى عيدوني كي ما حنى بعل. منصر طالبي مزالك يرجع من اسابة. عندك لعبين اني مشي تلعبت بيهم انتي تاوي في زيد كرواتيا. لعبوا الليستة اللي عيت لها لعبوا ما تشوية كبيرة تحب ولا ما تحبش. معتو كانوا موجودين واختي فاما برشة معربية ما حابتش تجي. دونك. منصور شكام الشرقة ما شاكل عندو حسين. حسين. موضوع النادي الافريقي عب ستار. لكن قبل لذير أو الترتيب رانا فرد رصيد من النقاط مع غين الارتوية. ستة نقاط ستة نقاط. وناميبيا ثلاثة ملاوي ثلاثة. ليبيريا سفر سوتو مي. ما عبوا الليستة 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 الليستة. موضوع الاخبار صدر في الساعات قليلا الماضي أنه هايك التخيل يخلف يوسف العالمي في رئاسة النادي الافريقي. لا ما زال ما فهماش منها. الخبار هذه غالط ما هوش صحيح. بش يكون فهم هيئة اجتماع لهئة الحكماء للنادي الافريقي بعد ساعات. من الآن يوسف العالمي متمسك بالاستقالة وبالرحيل من رئاسة النادي الافريقي. ما كانش فهمة باساسيون خد تحكي برش على باساسيون. لكن يلا حد الآن ما فهماش منه يوسف العالمي محضر حتى اجتماع. فيما يخص منظر الكبير. منظر الكبير. لن يقال في الأيام هذه أم إذاً والساعات القليلة الماضية. ممكن يخير الرحيل منظر الكبير. لكن الى حد الآن على الأقل حتى المبارع القادمة نهار جمعين الافريقيين. لنهار جمعين الملعب الطيب لمهير. لنهار جمعين خمسة ونصف طيب لمهيري. لنهار مصطفى بن جنيه. مزير كيل عبد الدنيا دي سفيق سينة دفريقي الخاد. منذ كبير لن يرحل في الأيام القليلة القادمة سيكمل مباراة الاتحاد المونستيري هذه المعلومات التي عنا ويوسف العلمي إلى حد الآن لم يخلفوا أحد في النادي لكن متمسك بالرحيل في انتظار قرار رائعة الحكماء للنادي الإفريق نخصه شوية نخصه شوية تفضل تعرف أنت رأي من يوسف العلمي تعرف معانتها مربوطة كل من رأيس النادي هو المشكلة في الرأيس النادي خلنا أخيك رأي قدش من رأيس النادي جاء لنادي الإفريقي العشر سينه دول الكل ها فرد مشاك هكا ولاي معانتها فما حاجة ياكي كشوز في النادي الإفريقي اللي مايش عادية فما حاجة اللي مايش عادية معانت المشاكل يجينا الطحا يوسف العلمي يجي عبد سيمينيونس يجيおسم الرائع المشاكل هي بيدها معانت تبدأ بلكدي فما مشكل فني في النادي الافريقي النادي الافريقي كيفية التعامل مع الرسيد البشري الحالية نجم تكون احسن من هك وراء او ما نجمش انت ابس اتر掳� المحلين الكل في تونس ما من هم انت نفس كل لكل كلك من اقوى الرسيد البشري الموجودة في الناد الافريقي ماتهدو ما تقوله لزانترنور اللي جاوا عليها مقتنع بانت الجملة هذي منيش مقتنع بانا ما قلتاش راه انا راني ما قلتاش هل انت مقتنع نو بيكورو يلعب ريرجوش انا منيش مقتنع بي هل اني مقتنع اليوم بالمردود متاع احمد خاليل في نديل افريقي فاما ناس تتكلم على وسط الميدان ومينج مش يسميه احمد خاليل انا سمي احمد خاليل لا حتى نسلتو فاما مشكل احمد خاليل كسنتينيل اليوم وقت اللي نحكيه في كورة عصرية راو كالسنتينيل سيتام منور دجو ركولي راو يصنع اللعب راو مطالب انو يلعب القدام انا قلت في الراديو اكثر منك قلت لرك يا احمد خاليل راكت لسو تلعب بيفو قدام ديفانسات جيس راك جي ديفانسور انا كنت احبت في النادي الافريقين مباراة الفارطة احمد خاليل راو لعب في محور الدفاع مكان السويسي وراو كان فاما حلول اخرى في وسط الميتان يكون بيكورو سنتينيل يكون غيث الغير موجود واتنشيط يتغير في النادي الافريقين اي كل كورة تدخل 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 عمره اربعين سنة وقت اللي يلعب يلعب خير من الخمسة من ناس عمرهم عشرين غلطة المدرب غلطة المدرب طيو انت مدرب تعنيدي الافريقي طيو منظر كبير انا نحبه وترنيت عنده وعنده علاقة خاصة بي اما انت طيو بش تحمي ملاعبيتك انت وقت يسجدك ندي سفيقسي انت تخرج ويسام يحيا اووو والزوة دي وتخرج الزعلوني الزعلوني لاعرفه اكثرwiحد الا habla في النادي الافريقية والزعلوني غلطة هاديك افهمت ما تصير كورة اها بالمشكلة عية البنك والنيUE التحقيقية المدرب أكبر من مهد فمك متعمل ممكن اشتركفل من البنك على النادي الفريقي او تاخذر نيرد اللاعبين كورة ونعرف تخذر ع行باءth منظر كبيرcies عليك التفقصي لي möchtenío فمها مشكلة ما بينهتمي ، لم يمكن يحسنور فما حاجة فما حاجة شكرا لك خالد شكرا لك عبد سبتان هكذا نكون وصلنا لآخر حصتنا لليوم نتقابل غدوة في سبور شيك نفس الواء معود ما ساعتين ماضي ثلاثة باي باي